اكد سعادة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية انه يتعين على المنظمات الاهلية والجمعيات الخيرية الاستمرار في تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة مسبقا فيما يتعلق بالالتزام بعدم اقامة موائد افطار الصائم خلال الشهر الفضيل في الاماكن العامة والحرص على عدم توزيع افطار الصائم في الطرقات الى جانب الاعتماد على التطبيقات الالكترونية لتحويل اموال التبرعات للمستحقين وابدح حميدان تقديره للمنظمات الاهلية الملتزمة بتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا لافتا الى ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بالعديد من المبادرات والاجراءات لضمان حصول المنظمات الاهلية على تراخيص لجمع المال الالكترونيا وتسهيل عملية التبرع النقدي بصورة الالكترونية